مساء الخير في عنوين هذه النشرة أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش بين الشك واليقين وبعد يقول لأخر لحظة إن شاء الله أنه ما رح يطلعوا هن الحكومة على نهر التأليف نحن من رجح أنه بها 48 ساعة يعني بين الليل وبكرة والأمور بتكون حل حل شتاء لبنان كما في السماء كذلك على الأرض الحديث تاعة الرجال بتطلع لها شي متراني إن إذا حدا مارك بتشيله الطريقة متاهة المحكمة الدولية بين لبنان والسعودية سليم عياش غادر لبنان في 15 من كانون أثاني يناير 2005 وعاد في 28 من كانون أثاني يناير الجديد تكشف مايستر الحملة المكهربة عليها نعتذر من الشعب اللبناني أنه ما شيركنا بالصفاءات السابقة لأنه لو شيركنا كنا وفرنا عليهم مئات ملايين الدولارات في فن الخبر جوليا بوتروس نجمة فيلم محبس يمكن هيدا يقومي أدري ولازم تفسي والله بحبه وفي ترانز جبهة حلب تتصدر تفاصيل هذه العنوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل أهلا بكم آخر مراحل حلب استدعت صرخة الأمم على بضعة أحياء أصبحت مطوقة ورفض الإرهابيون الانسحاب منها متخذين من السكان دروعا بشرية والمسلحون إن وافقوا على الخروج فهم وفق معادلة ميت ميت لأن السواد الأعظم منهم يتحدر من أصول شيشانية وطاجكية وكوكازية ولو انسحبوا فسوف يقعون في حضن فلاديمير بوتين الدافئ وإلى الأحياء المحاصرة فقد شهد يوم حلب خروج آلاف ونزوحهم تحت نظر الجيش السوري الذي أبقى على ممرات للانسحاب لكن صرخة الأمم توسلت عطفا دوليا لعقد جلسة مجلس الأمن واستنهضت آراء لإدانة ما سمي مجزرة حلب من دون أي إدانة للإرهاب المتحص فيها الذي يبتز السكان ويمنعهم من النجاة الإبادة الأسرع جاءت بالضربة القادية للمحكمة الدولية التي خسرت دليل إثبات جديدا عبر تقديم المحام إيميل عون أدلة موثقة تؤكد أن المتهمة سليم عياش كان في زيارة حج للمملكة العربية السعودية في التاريخ الذي كان يفترض أن يراقب فيه طرقات سيسلكها الرئيس رفيق الحريري ويشتري الميتسوبيتشي ويعد لعملية الاغتيال سليم عياش في الحج مصطفى بدر الدين في ملكوت السماء قناة الجديد براءة من تهمة التحقير فماذا بقي من هيكل المحكمة الدولية؟ سقط ركن المحكمة وأدلتها ومتهموها ولم يتلقى لها إلا إبراهيم الأمين وجريدة الأخبار على آل الأمين يستخرجون مررتها ويدفعونها إلى اعتزال الصرف من جيوب اللبنانيين الذين ما عليهم بعد اليوم سوى رمي قراراتها الظنية في الصرف الصحي والشيء بالشيء يذكر حيث وطافت مجاري الصرف الصحي في أول شتاء رسمي وأغرقت معها وعود وزير الأشغال غازي زعيتر الغائب عن المتابعة والمجهز بسلاسلة معدنية تتيح له الطيران في سماء وتجهز له مدرج المطار والباركينغ وكل من ملكت أيمانه قد يكون الرئيس نبي بري تخلى عن الأشغال بسبب تراكم فضائح زعيتر الذي لم ينتهي عن منكر الصفقات وهناك احتمالان لإهداء وزارة الأشغال إلى فرنجي إما السبب الوارد أعلاه وإما أن رئيس المجلس أراد أن ينزع عن نفسه تهمة تعطيل الحكومة ويرمي بها على الموارنة بحيث تعترض القوات ويتفاءب التيار الوطني وتتنرنح الحكومة وتقف عند عقدة جديدة لينسحب التعطيل على الانتخابات النيابية ونقع أمام حتمية التمديد وبذلك يضمن بري ولاية رئاسة مجلس خامسة من دون منة أحد لكن جعجع ضربة حكيم ونزع فتيل التفجير عبر موافقته على عملية التنازل المفخخة وإلا فإن تاريخ الرئيس نبيه بري لا يعرف الهبات السياسية بالمجان وهو صاحب شعارات التقاسم في الدولة واقتناص الحصص من التراب إلى العدس في الثاني من آب 2014 خطف داعش تسعة عسكريين في الجيش من جرود عرسال مرت سنتان وأربعة وأشهر لم تصل فيها معلومة شافية عنهم تعددت الروايات جرت تصفيتهم هم أحياء وموجودون في الرقة انشق بعضهم وبايع التنظيم اللواء عباس براهيم سعى مرات عدة للتفاوض أما الأهالي فاعتصموا ونصبوا خيمة في ساحة رياض الصلح وانتظروا طويلا تطور جديد في القضية أكثر من عامين وأربعة أشهر مر على اختطاف إرهابي داعش الجنود اللبنانيين في عرسال بدأ الألم منذ تلك اللحظات يكبر مع كل فيديو ينشره الخاطفون ومع كل اعتصام ونداء ومع غياب أي تواصل مع الخاطفين وحتى أي خبر عن العسكريين صباح الاثنين فتحت كوة حزينة في جدار الأزمة تمثلت في طلب الأمن العام إلى الأهالي التوجوى إلى أحد مراكزه لترك عينات من حمضهم النووي ومقارنتها بعينات أخذت من ست جثث وجدها الأمن العام على الحدود اللبنانية السورية نحن لأول مرة نكون أمام فرصة جدية حقيقية بكشف مصير هؤلاء المخطفين لأن نعم هناك جثمين جرى فحصات DNA لها ويجري الآن فحصات DNA للأهل لكي تطابق مع بعضها البعض وعن نسب اتشاف الجثث إلى الجيش السوري يقول زهران نقلا عن مصادر مطلعة معنية سورية ولبنانية أن الجهد هو جهد لبناني مئة بالمئة وأن هذا الجهد يسجل لرجل اسمه اللواء عباس إبراهيم تأمل عامل لبناني أجرى مسح دقيق استخباراتي واستعلامي وبعدة طرق سواء من التقنية أو حتى البشرية وتمكن من الوصول إلى جثمين مع الأغلب أنها في أحدى المغرات أو الكهوف في بقعة جغرافية كانت مسيطرة عليها من قبل داعش أهالي العسكريين رفضوا التعليق متشبثين بأمل رافقهم سنتين وأكثر أنا أريد أن أقول شغلة صغيرة في مأساة نحن عم نعيشها وهذا الواجع تحرك يمكن أريد أن أقول من خلال الأخبار التي نأل من المبارح لليوم ملف العسكريين هو ملف إنساني ارحموا قلوب هؤلاء الأمهات لأنه رح ينجلتوا ورح يموتوا من كتر الخبريات وكتر الأخبار اللي عبيني حكت بعدني عايش على أمل ومنع إتراجع عن هذا الأمل معلق أمل بربنا كتير كبير متوقع متوقع شيء لسمح الله سلبي لكن أملي بأله كبير وبعدني بقول لأخر لحظة إن شاء الله إنه ما رح يطلعوهن أيا تكون نتائج فحوص الحمض النووي فهي مؤلمة لأنها إما ستحمل معها الحزن والحداد وأما مزيدا من الانتظار والخوف حسان الرفاعي قناة الجديد التطورات الحكومية على نار حامية والفرش قريب وصلت الاستشارات الحكومية إلى خواتمها فبحسب المصادر ما هي إلا ساعات قليلة ليتحول الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس فاعل نحن من رجح أنه بها 48 ساعة يعني بأن الليل وبكرة الأمور بتكون حل حلي وكل الأطراف مدركين المسؤوليات وما حدا هلأ هون عنده مجال يتشاطر على حدا المسؤولية مسؤولية كل السياسيين والكتال السياسية أنه يعملوا حكومة وبعتد يا الليلة يا بكرة لازم اللبنانيين يسمعونا بقى كل الأطراف مدركين بس هل كل الأطراف راضين؟ ألا بمازل عن مسألة الرضا أنا بعتقد الرضا لللبنانيين لازم يكون بالأول والسياسيين ما لش بنا نطول بالنا على بعضنا ووسط التفاؤل الحكومية برزو استياء قواتي ومأخذوا على النهج المعتمد في توزيع الحقائب نحن ما شايفينا هالأد سودوية مثل ما عمت الرسم وما بحس إنه القوات اللبنانية وأنا ما إلي حق أحكي عنهم إنه هالأد شايفينا سودوية إنه واقعيين بين الأشغال والصحة أنا بنقل صحة يعني إذا فعليا وبين الأشغال والصحة ما بيتغير شيء إذا الواحد عنده نية إنه يعمل حكومة تقديم الحلول عم بيكون مش من الحصة المسيحية طبعا نحن ما تبرينه الحصة المسيحية سيبتة مصادر قواتي أكدت للجديد أن احتمال مقاطعة الحكومة غير وارد إلا أن القبول بوزارة الصحة ليس محتما وأن هناك اتصالات جارية القوات اللبنانية وهي الصامت الأكبر إعلاميا رأت في حديث النائب سليمان فرنجي أنه موجه إلى رئيس الجمهورية والحكومة لا إلى القوات لا بدي أنا أقول الأزمة بإيده ولا الحل بإيده أنا بعتقد كل واحد بيعرف كيف بده يوزع ما يعود لإله في هذه الحكومة والرئيس بري يرتقى أنه يعمل هذه التوزيع اللي ما بتأثر على الواقع المسيحي الآخر واللي ما بيعتبروا فيه أنه منتقصة من حقوقه أربعون يوما مر على تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة حيث بحث في صياغ عدة وفي حين تشير المعطيات إلى اعتماد حكومة الأربعة والعشرين وزيرا فقد نشهد في الساعات الأخيرة نعي طافة إلى الصيغة الثلاثينية لتتسع حكومة الوفاق الوطني لكل الأفريقاء لعيل سعد قناة الجديد وفد من تكتل تغيير والإصلاح يتوجه إلى بيت الوسط وجوهر اللقاء غير حكومي والحكومة لح تطلع ولح تطلع بالعانون الانتخاب أكيد بس إنما ما في شي بيمنا أن نبلش اليوم نحنا بحركة ونشاط سياسي نعلن اليوم نحنا كتكتل تغيير وإصلاح أننا سنبدأ به فورا باتصال حق لألنا كطرف سياسي مع كل الأطراف السياسية الأخرى بدأت جولة نواب الطيار الوطني الحر على مختلف الأطراف السياسية ومعها فصل المسار الحكومي عن نظيره الانتخابي فاستهلت ببيت الوسط حيث التقى الوفد العوني رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تم الاتفاق على تشكيل مجموعة ديئة من كل الكتال بعيدا عن الإعلام بتقوم بعمل جدي خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة مشتركة صيغة مشتركة من ضمن الاقتراحات المطروحة اليوم بمجلس النواب مش ضروري ننطر تشكيل حكومة نتمنى تشكيل حكومة بقرب فرصة وبعتقد فيه أشير بهذا الاتجاه ولكن نحن عملنا منفصل نحن صرقلنا سنوات عم نشتغل على القانون مش مسموح قبل الانتخابات النيابية بكم شهر نصبح عم نفتش على جنس الملاكة إذا كان بيركب معنا اجتماع بمجلس النواب أو ما بيركب نحن توافقنا ودستورنا ونظامنا مش بس بيسمح لنا بيطالبنا أنه ننجوز هذه المهمة ومن بيت الوسط إلى بيت الكتائب وصل الوفد الذي ضم النواب إبراهيم كنعان وزياد أسود وانعم طلق أبي نصر للقاء رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وهون بتصير المسئولية على رئيس مجلس النواب أنه يفتح المجلس ويطرح هالقوانين هيدا على التصويت كما قلنا بعدة مناسبات أنه صرنا أربع سنين عام نناقش زهقنا مناقشات زهقنا حكي بموضوع عنوان انتخابات في صياغ للقوانين موجودة بمجلس النواب علينا أن نطرحها على التصويت وكان تأكيد لضرورة توحيد الجهود وترسيخ التفاهم حول المرحلة المقبلة لأنه لم يعد هناك عذر بعد اليوم لعدم يبت قانون جديد للانتخابات بلا كل مياه حاصرت مداخل بيروت والمواطنون احتجزوا في سياراتهم عاديا بات المشهد عند كل شتوى تهطل الأمطار وتتجمع فيزدحم السير ويحتجز المواطنون في سياراتهم مداخل العاصمة بيروت وتقاطعاتها أظهرت هشاشة البنى التحتية فبحسب غرفة التحكم المروري فأن براكن تكونت في طرق رئيسة عدة أبرزها تستراد طبي باتجاه جونية جسر أنتلياس طريق برج حمود باتجاه جسر الواطي تقاطع الشفرولي فرن الشباك طريق الحدث الشويفات جسر خلدي وعند جسر الكولة باتجاه نفق سليم اسلام المشهد في وطل مصيطب كان أكثر فدحة فهنا المياه لا تتساقط من السماء بل تخرج من الأرض كل ما تشتل ريجارات بتطوف أول شيء الحديثة ساعة الريجار بتطلع لها شيء مترين هنا إذا حدا مارق بتشيله الطريقة وأمر كتير عادي يعني تعودنا على الموضوع الأصل اللي عمله المهندس من ثلاثة شهر بنص الصيفية هو اللي خرب الدنيا البلدية أيام عم تشتغل أيام اللي عم يصير أنه الناس ما عم بتساعد كمان الناس كلها عم بتكبز بالي كلها عم بتجمع اليوم الطويل من الزحمة والمطر مرجح أن يتكرر الأربعاء إذ توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الجو ممترا وعاصفا فيما ستلامس الثلوج ارتفاع 800 متر ليلا نعيم برجاوي قناة الجديد سليم عياش أحد المتهمين الخمسة بارتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب المحكمة الدولية ولد عام 63 في حروف الجنوبية وهو ينتمي إلى حزب الله وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه هو المسؤول عن الخلية التي نفذت الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ في جلسة استجواب الشاهد مدير هيئة شؤون الحاج والعمرة في لبنان إبراهيم عيتاني قام محام الدفاع عن المتهم سليم عياش بتقديم أدلة جديدة لم تكن في الحسبان سجلات خروج ودخول سليم عياش غدر لبنان في الخمس عشر من كانون أثاني يناير 2005 وعاد في الثامن والعشرين من كانون أثاني يناير تمكن عون من إبراز سجلات صادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية وسلطات المملكة العربية السعودية وطيران الشرق الأوسط تظهر بأن المتهم سليم عياش لم يكن أساسا داخل الأراضي اللبنانية بل على الأراضي السعودية في زيارة حج في الفترة الممتدة من الخامس عشر من كانون الثاني عام 2005 حتى الثامن والعشرين منه بداية نرى اسم سليم جميل عياش ونرى رقم الجواز نفسه يلي هو 59 386 يلي رأيناه على جواز السفر خاصة السيد عياش ويفيد هذا المستند المعطى من وزارة الداخلية أن السيد سليم عياش خرج من مطار بيروت في 15 1 2005 إلى السعودية وعاد من السعودية بتاريخ 28 1 2005 إلى لبنان هل هذا صحيح؟ ما أهمية الدليل المقدم هو ببساطة يشكل ضربة لرواية القرار الاتهامي الذي قدمته المحكمة الدولية لإدانة المتهمين الخمسة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وينصف الأدلة التي قدمتها المحكمة لإدانة المتهم سليم عياش رأس خلية تنفيذ عملية الاغتيال كيف؟ يذكر القرار الاتهامي أن عياش وفي تواريخ تمتد من الواحد من كانون الثاني عام 2005 حتى آخره كان يتولى عملية مراقبة الطرقات التي قد يسلكها موكب الرئيس رفيق الحريري وفي فقرة أخرى يشير القرار إلى أن شراء سيارة المتسوبيشي جرى في 25 من الشهر نفسه وأن عياش تواصل مع مصطفى بدر الدين بحسب أدلة دات الاتصالات في اليوم نفسه ومن المنطقة نفسها وفي فقرة أخرى يذكر القرار أنه في 23 من الشهر نفسه تواصل عياش مع مرعي مرتين من الرقم نفسه وفي 25 من كانون الثاني 2005 كان رقم عياش يجري 16 اتصالا وأخيرا يذكر القرار أن هاتف عياش كان يعمل أكثر من 6 ساعات في محيط قصر قريتم وقصر الحريري في فقرة تواريخ جميعها تتناقض والدليل المقدم من قبل محام الدفاع الذي يؤكد أن عياش لم يكن على الأراضي اللبنانية حتى هذا المستند معطى من المدل إيست وهي يمثل الرحلة من المدينة المنورة إلى بيروت بتاريخ 28 واحد لألفان وخمسة من كان يعبث بهاتف عياش إذن وكيف كان بإمكانه التخطيط لعملية اغتيال وهو في المملكة العربية السعودية فريق تحت طائلة المسؤولية كان قد أجرى تحقيقا استقصائيا مطولا بعنوان هي بنا نلعب يظهر إمكانية العبث بدات الاتصالات عبر عمليات معقدة لكن لندع المحكمة الدولية تجيب ولو لمرة بعد الدليل الخطر الذي قدمه فريق الدفاع عن عياش أدم شمس الدين قناة الجديد المعارضة السورية تعلن أن التوصل إلى اتفاقية مع الروس سيكون في غضون ساعات لوقف شامل للنار في حلب يسر الليلة على أن يشمل في وقت لاحق خروج المدنيين والمقاتلين من شرق حلب لم يعد عد الأحياء المتبقية في حلب الشرقية خارج سيطرة الحكومة السورية هو الخبر الأهم فالجيش السوري قال أنه سيعلن السيطرة الكاملة على المدينة في أي لحظة مشهد هؤلاء المدنيين الخارجين من بيوتهم بلا حول ولا قوة كان الأهم ولكن لم يتمكن الجميع من الخروج فأحياء السكري سيف الدولة والعامرية وتل الزرازير تحتضن ألاف المدنيين الفصائل المتشددة ترفض التسليم بالهزيمة والانسحاب بحسب رويترز وعلى ما يبدو ستقاتل حتى آخر عنصر ومدني في ظل اتهامات وجهها إليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإطلاق النار على المدنيين جانب النظام لم يسلم أيضا في هذا الشأن إذ أن المكتب عينه اتهم القوات التي تشن الهجوم على حلب بتنفيذ إعدامات ميدانية مؤكدا تسلم قوائم بأسماء القتلى الإعلام القريب من النظام كشف عن مقابلات ميدانية أجريات مع أشخاص قال أنهم مقاتلون اعتقلهم الجيش السوري كما تم التداول ببعض مقاطع الصوت لمسلحين معارضين يحملون بعض قيادات الفصائل والصراع على المغانم مسؤولية الهزيمة وكما البشر كذلك الحجر خسارات لا تعوض فالجامع الأموي أو كما يسميه الحلبيون بالجامع الكبير كشفت الصور الواردة من المدينة تحوله إلى ثكنة عسكرية وتضرره بشكل كبير المسجد الذي يعود إلى عشرة قرون خلت انتشرت فيه التحصينات التي أقامها المسلحون فيما نهبت الأثر ما الحقيقة وراء الحرب التي يشنها بعض المتضررين من صفقة صيانة وتشغيل مع ملايزو والجي المتضررون من عقد صفقة تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجي مع تحالف شركات أم إي بي ليسوا خزينة الدولة ولا المواطنين اللبنانيين وليسوا محركي الأوركستر المتماسكة بين الأم تي في وحركة أمل مايستر الحملة وزير المال علي حسن خليل ولأسباب سياسية لا حرصا منه على مالية الدولة فعدم حرصه عليها بات واضحا وخصوصا موافقته على عقد آخر وبالطراض ومن دون أي اعتراض بكل صدر رحب وافق خليل على تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني على الرغم من تكلفته الباهظة التي تزيد على سعر الشركة الملتزمة سابقا بـ 80 مليون دولار معمل زهراني ودير عمار تشغيل وصياني معملين مثل معملنا زيادة 80 مليون دولار بيمضيهم وزير المالية بشحطة ألم وبيبرر زيادة 82 مليون دولار من دون ما حدا يعترض من دون ما حدا يحكي على أي شيء للشركة ولا تاريخها ولا كيف مرأة هذه الصفقة بالوقت اللي نحنا فتنا بمنافسة بالوقت اللي نحنا شاركنا بالوقت اللي نحنا وفرنا على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني أكتر من 100 مليون دولار كانوا ينصبون على الشعب اللبناني نحن صراحة نعتذر من الشعب اللبناني أنه ما شركنا بالصفاءات السابقة لأنه لو شركنا كنا وفرنا عليهم مئات ملايين الدولارات وللتذكير علي حسن خليل كان قد حاول عرقلت صفقة تشغيل وسيانة معملي الذوق وجية والتفاصيل تتلخص بالآتي الحرب التي يشنها خليل من خلال محطة إعلامية هي اليوم حليفته للملمة فضيحة الإنترنت والتخابر غير الشرعي بخاصة أنهما يتشابهان في عدم حرصهما على مالية الدولة ولكن لماذا الوزير الخليل اهتم ولا يزال بعرقلة صفقة تشغيل وسيانة معملي الذوق وجية هنا السبب واضح فشركة بي دابليو اسي الدنماركية الملتزمة إنشاء المحركات العكسية تقدمت بعرض للتشغيل والصيانة لم يفتح لأنه جاء خارج المناقصة واستدراج العروض وبشروط خاصة ومن ثم فإن فتحه مخالف للقانون لكن عدم مخالفة القانون أزعجت علي حسن خليل لأن وكيل شركة بي دابليو اسي في لبنان هو قاسم حمود صديق خليل الصدوق هكذا بات خليل المعرقل الأول للمشروع ماطل في الرد على كتب وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء مستعملا أسلحة عدة في العرقلة عبر قيامه وفريقه السياسي بالترهيب والعروض المادية ولكن خليل لا يدافع عن مصالح حمود خوفا على مالية الدولة فعرض MEP هو الأفضل والأنسب والأوفر والوحيد المطابق بحسب الاستشاري شركة كهرباء فرنسا لا بل جاء سعر الكيلوات ساعة في عرض MEP أوفر منه لدى مجلس الإنماء والأعمار الذي لطالما كان يرحب الخليل وفريقه السياسي باقتراحاته 11 شهر تقريبا أخذت وزارة المالية مماطلة كمان من المستغرب أن وزير المالية يجاوب بعدما توقعت الصفقة بالوقت اللي فيه كتابين قبلون من مؤسسة كهرباء لبنان واحد بشهر عشرة واحد بشهر هدعش ما تحرك له ساكن أنه يسأل أو يرجع يجاوب أو يطلب أي تفريرات أو يطلب أي تفسيرات كيف وزير الطاقة مجاوب بشهر ثلاثة وزير المالية أنه منتظر لشهر اتناعش ويمكن له هلأ هكس أنه نعرف ليش ما في كهرباء في لبنان غريب أن يماطل وزير في صفقة تربح اللبنانيين نحو أربع ساعات كهرباء إضافية والأغرب أن يوافق الوزير نفسه على صفقة مماثلة في دير عمار والزهراني ويبرر سعر الشركة الذي يزيد ثمانين مليونا على السعر المتوقع في فرنسا وزير المال دخل السجن لأنه فاسد أما في لبنان وزير المال يمدد لنفسه نيابيا ويمدد له حكوميا ليالبو موسى قناة الجديد بعد العلان ضحية النقل البري وصرقة مصورة أهلا بكم من جديد أربعون قطبة في رأس حسن برج الذي كان ضحية اعتصامات اتحادات النقل البري وهو يروي للجديد تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له صور هذا الرجل التي انتشرت يوم اعتصام اتحادات النقل البري الأسبوع الماضي توضح الاعتداء الذي تعرض له حسن برجي الذي لم يتعافى بعد قرر كشف تفاصيل الهجوم البربري عليه نحن وصلنا لهونيكي كنا من الناسين جوادي شاب على سيحت الشهداء هو عسكي هي ما كانش لقى سرابيس لحتى لزلت أخرى على خدمته زلنا حتى نودي لهونيكي منطلع هيك فجأة ملاقي شباب هجمي حضرتك شوفير فان؟ كنت شوفير فان بس انا حتى اي لحد الفان حتى شوفير الفان يعني مش انا كنت عمسوق انا نزلت يعني مثل اي ريكب عادة نزلت وبعدت عن الفان ما حسيت دليت الوح بيجو عليه بخبطني بالعصاي يعني نضربت العصاي أد ليت بايدي وهيدا العسكري نضرب على ايده وندرب على وجه يعني بيجو واحد تاني منوري بخبطني بالعصاي على رصي بقلب بالأرض زلحت عالجانب وقلبت الارصي لبطني عم بعلي راصي خبطني بسكيني من هون لهون يحمل برج القوى الأمنية مسؤولية عدم تحركها لحمايته ويطالب بفتح تحقيق امتحت لعن القوى الأمنية عم بل له انه لايك رأسي كيف هو طلع رأسي كيف هو لايك منظري لايك دمع كيف عمشين مني قال لي يلا يلا طلبني لك الإصعاف رجعت انزلت وداني متساكل على المقاصد وصلت على المقاصد لهونيك نصي على حتي اللي اجوا سألوني شو باك اجا المعلومات يعني ما حد حامل وقت اللي حتي يكتب شو شو اللي صار معي مع كل اعتصام لاتحادات النقل البري تتجلى مشكلات الاعتداءات على المواطنين وخصوصا أصحاب السيارات العمومية يأمل حسن بعد كسره زدار الصمت أن تحمي الدولة مواطنا ذنبه أنه يعمل لكسب قوة يومه هذه الأمين قناة الجديد سرقة مصرف سوسيتي جنرال فرع كفرشيما صباحا يكاد لا يمر أسبوع من دون أن يسرق مصرف في لبنان جديد هذا المسلسل المتنقل ما سجلته كاميرات المراقبة التابعة لمصرف سوسيتي جنرال على جسر منطقة كفرشيما وتظهر الكاميرات أقدام أربعة ملثمين مسلحين عند ثمينة ونصف صباحا على دخول المصرف المذكور والسلبه والخروج منه بكل سلاسة من دون الخوف من القبض عليهم لسيما أن سيارة كانت تنتظرهم أمام الباب الرئيس للمصرف كي تقلهم باتجاه مبنى الجامعة اللبنانية في الحدث فمفرق الصحراء وأفادت المعلومات أن المسلحين الذين كانوا داخل ردهة المصرف وبحماية عنصر عند مدخله ورابعا ينتظرهم في سيارة مرسدس طلبا إلى الموظفين جمع الأموال ووضعها في كيس في حين سمعت طلقتان ناريتان داخل المصرف من دون أن يصاب أحد من الموظفين والزبائن بأي أذى ولاحقا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بالعثور على سيارة المرسدس التي استخدمها ساليبون مصرف عند مفرق المردشي في أطراف الحدث وقد حضرت إلى المكان الأدلة الجنائية وعملت على سحب البصمات وتفتيش السيارة مصرف سوسيتي جنرال وفي بيان له أكد لاحقا تطبيقه كل الإجراءات الأمنية لتوفير سلامة الزبائن والموظفين وأعلن عودة العمل إلى الفرع كالمعتاد وإلى فقرة ديمقراطية العوافي لبنان اللي ناطر حكومته الجديدة نطره اليوم ببركة ماء نعم لبنان اللي كلما تشت الدنيا بيغرق ببركة ماء بعد اليوم ما بقى رح يواجه هالمشكلة والحل هو إنجاز من إنجازات حكومة الرئيس تمام سلام وليلللي لقيته لقيته وليلللي تمام باك شو قيت ليش عم بتزلغت القيت الحال يا مروان مهما تطوف الدنيا بالشبي ما بقى فيه فيضانات وتسكير طرقات والحال كلما بدا تشتي الدنيا رح أعلن حالة الطوارئ ومع التجمعات لا يمكنك تمنع الناس لتظهر من بيوتك لما تشتي لا يا مروان، أنا أمنع التجمعات لحتى مية الشتة تبطل تتجمع كل الطرقات تنقطع بسبب تجمع المياه سوف تمنع التجمع من اليوم رايح ولليليليليليليليلي زلغت 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 ولليليليليليلي ولأن الإزدحام المجنون للسير بطل مقبول وخاصة بشهر الأعياد وزارة الداخلية لقيت حل جزء لتجنب هالإزدحام وبكرة بشوفكم بشرة لجميع اللبنانيين بشرة خاصة بأزمة السير هدوء شوي هدوء اليوم ترقصت اجتماع أمني موسع خصصتوا لمعالجة أزمة السير ببيروت والضواحي وبعض مناطق جبل لبنان يعني منوعد اللبنانيين أنه ما رح يعلاقوا ساعات بالعجقة من هلأ لبعد الأعياد؟ بصراحة قدرنا وصلنا لحل جزء لمسألة الإزدحام لأنه مستحيل نلاقي حل كامل حل جزء كيف يعني؟ يعني قدرنا نأمن للمواطن فترة ست ساعات تنقل من دون إزدحام وعجقة من 12 للساعة الستة أعني 12 منتصف الليل للستة صباحا بهذا الوقت على المكفول ما في عجقة أنا بضمن لكم لكن من الستة صباحا إلى 12 منتصف الليل مستحيل نعمل شي شكرا اختارت مجلة هوفينغتين بوست الأمريكية شجرتين الميلاد في كل من زغرتا وجبيل من بين أجمل أشجار الميلاد في العالم نذكر بأن شجرة جبيل يبلغ ارتفاعها 30 مترا أما شجرة زغرتا بنشعيفة ترتفع 25 مترا الاستعداد لعيد الميلاد مستمر في كل المناطق اللبنانية وقرية عبرين تحتفل على طريقتها إضاءة زينة الميلاد والاحتفالات لا تقتصر على المدن والمناطق المعروفة بسياسيها فقط فقرية عبرين في قضاء البترون أنارت شوارعها العامة بأضواء العيد ولون شجرة الميلاد وطفل المغارة إياكم أن تظنوا يوما أن الإيرادات تحقق الأحلام إن الإيرادات هي التي تحقق الأحلام إيراداتكم أنتم أهلنا هيدا أول سنة بتشهد عبرين هيدا الزينة زينة كتير حلوة ونتمنى الجميع يجسوروا عبرين أجواء الميلاد في عبرين لا تقتصر فقط على مظاهر العيد الخارجية زينة الخارج هي حتى تساعدنا حتى نتحضر لها الأعياد ولكن الأساس هو عمل الحب عمل الرحمة اللي بي نعمل ليلة الميلاد يومح البغض ليالبو موسى قناة جديد وإلى زميلي شادي خليفي وفن الخبر شادي مساء الخير مساء الخير داليا أخباركم أخباري راح تكون حلوة راح تكون من الفن إلى السينما إلى المعرض الكتاب وزميلتنا فادية بزي وكتابها يعني راح تكون منوعة 100% أكيد ألف مبروك ورح نتابع التفاصيل سوا تفضل مسيرة فنية بين كفاح ونجاح عثرات إصرار ومثابرة حكي عننا رامي عياش أمام طلاب جامعة الأيوب ببيروت لا يكون مثال لهالشباب الطامح لتحقيق ذاته إن شاء الله دايما يشوفوني بهالنظرة اليوم هيك كبر لي قلبي كتير إن شاء الله أكون هيك بنظر قدوي فنيا بحترم كتير شغلتي وبحترم كتير هالموهب اللي الله عطيني إياها وبنفس الوقت عبحاول أني بارلل تكون يعني عم بعمل شي أنا بحبه من أنا وصغير اللي هو جمعية خيرية وحمد الله وصلنا بعياش طفولة لأكبر راديس ممكن وبعض عبيكبر لتعليم الأطفال المجانة أكيد بوجود رئيس مثل جنرال عون أنا بحبه كتير كشخص وبعرف أنه يمكن هذا المحل الرئاسي ما بيقدر كتير يعمل بشكل عام قراراتي كتير كبيرة بالبلد ولكن برجع بإيقلك بس يتكتف الشعب يزبط البلد ضمن فعاليات مهرجان دبي السينماء الدولي عرض لأول مرة الفيلم السينماء اللبناني محبس للمخرجة سوفي بطرس بحضور أبطال الفيلم والفنانة جوليا بطرس من باب دعم اختى سوفي الفيلم حكينا عنه من قبل بيختصر عقود طويلة من العلاقات بين اللبنانيين والسوريين سادتة فصول من توتر والأحداث الدامية وصولا إلى مأساة النزوح الأخيرة من سوريا إلى لبنان بوصلوا الشاب اللي جاي يخطب هذا صوري شو مالا أنت أحلى من الصور قرب لبوصات شلوني خالي إن شاء الله ما في شي أنا من هون من لي متحرك يرجع من مطرح ما أجو أبدا يمكن هيدا هوي أدري ولازم تفكي والله بعبك وقاعة الزميلة فاديا بز ديوين الشعري الأول ما لم يقوله لي بمعرض الكتاب الدولي بليبيل ما لم يقوله لي تضمن كل شي مقلية هو إذا بدك هذا نتف نتف من حالات عشت أنا من ظروف حلوة ومرّة وكل هيدا التفاصيل اللي الصغيري لملمتها وضبطتها هيكي على شكل قصيدة كنت أكتبوا واحتفظ فيهم لحالي بسار فيه تواطق بالموضوع ونشر الكتاب وبشكر أنا اللي ساعدوني إني أنشروا هي الأحسيس عن كل البشر مشتركة فإذا أنا حسيت بالألم بالحب بالفرح بالضياع بكل هيدا الأحسيس يعني كل إنسان بحسة وكل إنسان ممكن أنه حتى لو ما بيكتب شعر ممكن يعبر عنا بطريقته كل إنسان عنده طريقة بالتعبير أنا عبرت عنا بالكتاب يمكن أي مطلق أي إنسان بيقراه يمكن يلاقي حاله بكم سطر من هالسطور يمكن يلاقي حاله بحالة معينة تانية الوضع البلد كله يعني على رمال متحركة مش بس بالثقافة أنه مش بس بالسياسة بالثقافة وبالفن وبكلمة هنالك يعني من عضايا تانية فأنا يمكن مبسوطة بشغلي أنه يمكن أنا كون من آخر جيل عم بيوقع كتب يمكن بعد كم سنة لقدام يبطل فيه الكتاب بمتناول الإيد التكنولوجيا أخدت بطريقة كل شيء العصر السريع الحياة ومشاكلها وصعوباتها ما بقب تسمح للإنسان أنه يقعد بينه وبين حاله ويحمل هالكتاب الصغير يريحه يقرأ فيه يرتاح للأسف طبعا هيدا كانت موضوعنا ضلوا بألف خير بعد الإعلان ترامب وصديق بوتن أهلا بكم من جديد ريكس تالرسون صديق الروس يقود ديبلوماسية أمريكا بتكليف من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئيس مجلس إدارة عملاق النفط أكسن موبايل ريكس تالرسون وزيرا للخارجية وسيكلف تالرسون البالغ 64 عاما تطبيع العلاقات مع روسيا التي تدهورت بسبب ضم موسكو شبه جزيرة القرم والخلاف بين واشنطن وموسكو بخصوص الحرب في سوريا وقد عرف تالرسون بعلاقته الشخصية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي قلده وسام الصداقة عام 2012 وأوقعت أكسن موبايل على عهده اتفاقية مع شركة روسون توف الروسية العملاقة في مجال التنقيب والإنتاج عام 2011 ومنذ ذلك الوقت نفذت الشركة عشرة مشروعات مشتركة في روسيا لكن تثبيت تعيينه أمام الكونغرس قد يواجه عراقيل بسبب هذه العلاقة فضلا عن اتهام واكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA لتالرسون بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لمصلحة ترامب وقد رحب الكراملين بتعيين تالرسون وزينا الخارجية معتبرا أنه مهني ويقيم علاقات عمل جيدة مع بوتن والمسؤولين الروس التوتر السويدي الإسرائيلي يصل إلى ذروته بعد عامين والكيان الإسرائيلي يطرد وزينة خارجية السويد قبل وصولها إلى الأراضي المحتلة يعود التوتر في العلاقة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والسويد إلى الواجهة مجددا بعد إعلان رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيمين نتنياهو رفضه استقبال وزيرة الخارجية السويدية مارغيت وولستريم التي تصل إلى الأراضي المحتلة يوم الخميس في إطار جولة لها في المنطقة وبحسب موظف في استفارة العبرية فإن رفض لقاء وولستريم جاء بسبب ضيق الوقت فيما السبب الحقيقي يعود إلى استياء الكيان من سياسة السويد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التي بدأت منذ عامين ما ولد أزمة في العلاقة بين الجانبين وقد ساءت هذه العلاقة عندما خرقت السويد صمت العالم العربي معلنة فلسطين دولة ومع طرد السفيرة السويدية قبيل وصولها لمواقفها المناهضة لسياسة العدو العنصرية والتهويدية التي كانت أكثر جرأة من رجال العرب نستذكر موقفا مشابها للنائب الإيرلندي ريتشارد بويد قبل عامين في جلسة اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية الإيرلندية فاجأ فيه الموجودين ومن بينهم السفير الإسرائيلي المعتمد في إيرلندا ويدعوه إلى الرحيل في مواجهة قوية وصريحة لأنه يمثل دولة سياستها عنصرية هذان الموقفان السويدي والإيرلندي قد تغيى على الصمت العربي الذي بلغ حد التواطئ مع العدو الإسرائيلي كاتل بيروتي قناة الجديد وإلى زميلتي ميشا جويش وترند مساء الخير ميشا مساء الخير داليا شوفي عندكم اليوم من أخبار بيرزي على مواقع التواصل الاجتماعي رح نتابعي اللي عم بيصير بحلب من مواقع التواصل الاجتماعي وخبر يمكن يهم كل محبي إنستغرام نتابعي مساء الخير نداءات الاستغاثة بحلب متوقفت من شهور عمواقع التواصل الاجتماعي بس اللي عم بيصير بحلب من مبارح لليوم خلى العالم كله يتفاعل ويعبر على فيسبوك وتويتر بملايين التغريدات والتعليقات والصور وتساءل الناشطين وين العرب وين جمعيات حقوق الإنسان واعتبروا إنه العالم عم يتفرج على أهالي حلب كيف عم بيموتوا والزعمة ما عم بيوقفوا الإبادة مثل ما سموها حلب تباد أنقذوا حلب وسيف أليبو هن الهاشتاكز الأكتر انتشارا واللي غرد تحتهم الناشطين حول العالم وحتى الأشخاص المحاصرين بشرق حلب أما هاشتاك حلب تحررت فرافقت الاحتفالات بالنصر اللي صارت بغرب حلب العالم انقصم إذن بين شرق وغرب فمنهم مين تعاطف مع حلب ومنهم مين استهزق باللي عم بيصير للأسف صورة لخصت اللي صاير وانتشرت على السوشال ميديا كانت لكتابة على حائط بالمدينة بتاريخ 19-10-2016 حلب تعبت يامو لتنشطة بكلمة تعبت وتستبدل بكلمة ماتت بتاريخ 12-12 ودايما بالأخبار المتعلقة بحلب وعن مدى لجوء المدنيين والصحفيين لتوثيء اللي عم بيصير بسوريا شفنا بالساعات الأخيرة لجوء العديد من المحاصرين بحلب لمواقع التواصل لإيصال ندائاتهم ولو عم يذكروا أنه يمكن هيدا يكون آخر فيديو بينشره قبل ما يفارق الحياة والصابية لينا الشامي لجأت لتصوير حالة بفيديو نشرته على حسابها على تويتر عم بتوصل رسالة فيه لإنقاذ حلب والبشرية وأعيد تغريده 20 ألف مرة نقلا عن حسابها بس لكي أفكروا أليستوى موجودا في المدينة في المنزل هذه ستناسبة لليمة والتشارعين موالا أبداً 50 أحنانات صفحة الوحيدات موالاً عزيزة قبلها موالاً عزيزة لكي بيضاً عزيزة أساناً عزيزة موالاً عزيزة موالاً عزيزة سيكون عزيزة عزيزة معلومة عزيزة ومالاً عزيزة وماتفنة الآيزة المنزل لايك يساعد 2 kilويل وليس وليس جنوية أغنيات من ناحية تانية أبدأ أحد النواب الكويتيين تعاطفه الشديد مع رسالة انتشرت على فيسبوك نقال أنه بتعود لأحد الفتيات بحلب وبك خلال قراءته للرسالة اللي بتعلن فيها الفتاة عن نيتها بالانتحار وبتقول أنا إحدى فتيات حلب التي سيتم اغتصابها بعض لحظات سأنتحر تقول كل ما أريد منه لا تأخذ مكان الله وتفتق بمصيري بعد موتي أنا سأنتحر ولا أكد تنظر بأنني للنار سأنتحر فاحفروها لنقصكم ولأهليكم سأنتحر وعندما تقرؤون هذه تعلموا عندما تقرؤونها تعلموا أنني متطاهرة أحفروها لأنني جيد أحفرو الله بخبر مختلف وبيتعلق بإنستغرام وبما أنه نهاية السنة قربت وتماما مثل ديسمبر الماضي هذه السنة صار فيكم تتشاركوا مع متابعينكم أكتر تسع صور أخذت أكبر عدد من اللايكس خلال السنة ولتحصلوا على الصورة اللي بتجمع هالصور التسعة بنفس الوقت ما عليكم إلا تزوروا موقع 2016-best9.com وتدخلوا اسم حسابكن على إنستغرام شرط يكون public لاتبين لكم مجموعة عدد اللايكس اللي حصلتوا عليها على مجموعة عدد الصور اللي نزلتوها خلال السنة لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكم ترجعوا تتابعون على صفحة الترانز على فيسبوك وفيكم تتابعوني على الحسابات اللي عم تمروا بأسفل الشاشة وبالختام بدأت مناي لكم صهرة دفقة وممتعة أخبار جداية من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة كان في النشرة أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش بين الشك واليقين وبعد يقول لأخر لحظة إن شاء الله أنه ما رح يطلقوا هن الحكومة على نار التأليل نحن نراجح إنه مهات 48 ساعة يعني بين الليل وبكرة والأمور بتكون حل حل شتاء لبنان كما في السماء كذلك على الأرض الحديث ساعة الرجار بتطلع لها شيء متراني هنا إذا حدا مارك بتشيلوا الطريقة متاهة المحكمة الدولية بين لبنان والسعودية سليم عياش غدر لبنان في الخمس عشر من كانون أثاني يناير 2005 وعاد في الثامن والعشرين من كانون أثاني يناير الجديد تكشفوا مايستر الحملة المكهربة عليها نحن نعتذر من الشعب اللبناني إنه ما شركنا بالصفاءات السابقة لأنه لو شركنا كنا وفرنا عليهم مئات ملايين الدولارات وفي فن الخبر جوليا بطرس نجمة في المحبس كان في تران جبهة حلب نحن هنا يستطيعون إلى محبس في محبس في مدينة بلايبو هذا يمكن أن تكون مؤسسة فيديو لمزيدا من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز كان هذا كل شيء نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة